اشتركوا في القناة ان شاء الله اليوم نكمل معدة من معدات يعني نضيف لمجموعة الفيشنج تولز معدة اضافية طبعا هي كلها تحت مظلة الاسبير بس يعني اكو انواع للاسبير وهو احنا اللي قاعد نشرح ان شاء الله فمعدتنا لليوم اللي هي الفول سيركل ريليزينج سبير طبعا تعذروني لانه عسا حاليا يعني قاعد يصعد فيديو فما بي يعني فد فيديو اضافي حتى يوضح لكم الموضوع الطريقة الشون الكاتشينج التفاصيل مالتها ما صراحة ما دورت مالية ونفس الشي بالنسبة الفول سيركل ريليزينج سبير هم نفس الشي فيعني صراحة ما اكو اليوتيوب بالنسبة للفيشنج ما قاعد اشوف اكفت شي يعني خدمي يخدمنا بدروسنا فان شاء الله هاي الدروس يعني تكون بيها فايدة لكم ويعني تساعدكم بفهم المعدات يعني من تجي على المعدة على الاقل اكفت شي مشروح تقدر تستفاد من عنده وترجع له فخليني بدروسنا ان شاء الله اللي هو فول سيركل ريليزينج سبير طبعا هذي المعدة على شكليا عندك هنا هذي المعدة اللي هي فور دريل بايب اند تيوبينج فور كيسينج هذي للكيسينج وهاي للدريل بايب والتيوبينج يسمونها فول سيركل ريليزينج سبير عندك هنا اجزاها اللي هي التوب صب صب يعني يكون بالمنطقة العلوية منعتها يعني حماية والبادي سليف زيين انتقرال ويذ بادي يعني هي وي البادي جاية سليب ابر فينجر هذي يعني الاصابع العليا تكون سليب سليبس يعني هذا سليبس هو سليب يعني هي شي يعني فتشي مختصر يعني دايس هي شي يعني سليب دايس سليب دايسات فريكشن سيبرينج وفريكشن ريتاينر هذي عندك هنان عندك الفريكشن ريتاينر ايضا هنان عندك الريتاينر سيكرو زيين وعندك السيف تيرينج وعندك نت اللي تذكرون النت اللي قلنا عليه عدة انواع من عنده وعندك النت سيت سيكرو يعني يعني خينقول عليها القفل مالته هذا الشكل الثاني اللي هو مالة الكيسينج سليب وانتغرل وذ بادي سليبس اه ابر فنجر وعندك السليبسة هنانة اني تايزر هذي وعندك ريتاينر زيين وعندك ريتاينر سيكرو يعني البراغي مالته الريتاينر واوتر بلوك سيبرينج اوتر بلوك سيبرينج واينار بلوك سيبرينج انا احكي لك هاي التفاصيل يعني حتى تعرف شنو اجزاء هذي المعدة فريكشن بلوك زيين عندك هنا شون منطقة التوقف اللي هي الستوبي هنا وعندك سيفتي رينج رينج يعني سيفتي نت هذا اللي حكينا عنه ونفس الشي نت سيت سيكرو هذي المعدة شكلها المن مبين للكيسينج وهذي المعدة شكلها المن للدريب بايب والتيوبينج هذي طبعا هنا هنه مكتوب اكوبت وذ فريكشن بلوك اسيمبلي هذي المعدة هي اكوبت وذ فريكشن سيبرينج اسيمبلي هنا سيبرينج وهنانه بلوك للي ما لاحق يقدر يعني يوقف الفيديو ويشوف التفاصيل مالتي واذا تحتاجون شي انا موجودة قناتي على التليجرام تقدرون المجموعة ايضا يعني هم حاولوا انه ندخلون انا قاعد اوضع لكم بالوصف كل المعلومات اللي تحتاجوها والقروبات والصفحة مالتي الوالفيلد انجينير والتليجرام يعني كل المعلومات حاولوا تقرون بالوصف واستفادوا من عنده هذي المعدة هاي شوفها طبعا هي قلنا احنا عليها توجد وتوجد وتوجد والدريل عندك هنا يقل لك الباون في اذا يقل لك هذي المعدة من زيان هي معدة بيها مزايا عديدة تقدر يعني تستخدمها بكل الجوبات اللي يعني تحتاجها في صيد المعدات من الداخل يعني يعني هنا هو يحمد بالمعدة مال تاوي يقول انه هي افضل من المعدات البقية باربعمية وخمسين بالمية من المعدات الموجودة حاليا بالسوق خلن نقول عليها هي هي لانه هذي السلبسات مالتها هي اللي تحكم على المعدة اللي تصيد هي مالتها 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 هذا هذا النوع سب تذكرون اللي حجيناهن قلت لكم هالي المواضيع هي تابعة كلها للسبيل فهذا كلها ربط وي من وي ال سبيل بس على الاقل مثلا تسمع فول سيركل ريليزينج سبير شنو هذي تروح على الاقل موجودة انا شارح لك ايها فيديو مختصر تشوف ها تفتهم شنو سالفتها وعندك اللي وقلنا شنو الهل اللي هي التل زين اللي تصير يعني بهاي كأنها ما مقطوعة هذي كلها ملحقات تيجوا يامن وي هذي يعني هي الفول سيركل ريليزينج سبير ما اقدر اطول بها ليش هذا شرح مبسط انا ما حجيت لك شرح بالتفاصيل الدقيقة بس هذا شرح مبسط عن المعدة احاول قدر الامكان انه يعني حتى لو تكون عندك فكرة القناة دائما احتيها انا القناة هي عبارة عن قاعدة اليك تنطلق منعتها ببحثك يعني لا تعتبرني انا مصدرك الرئيسي والاساسي في كل عمل انا قاعد اشرح لك اشياء حاول انت تبحث عنها يجوز المعلومات اللي عندك تفوق المعلومات اللي عندي انا فدائما دائما وابدا انت خليني انا اليك اساس وانطلق حتى تقدر تحصل على المعلومة بتفاصيلها الكاملة لانه ما اقدر اشرح لك بالتفاصيل الكاملة اذا هذي المعددة يشرح لك بتفاصيلها الكاملة معناها يعني هاي جزي اراد لفد خمس دروس ستة فاحنا نشرحها حتى تكون عندنا صورة على الاقل عن الموروع هوية لها وبعدين احنا شنو تريد منعدها من معلومات تقدر تتحصلها عن طريق البي دي اف الموجود على القوغل او اي منصة تقدر تحصلها ف يعني لحد الحد هنا احنا خلصنا درسنا اللي هو وان شاء الله راح احاول انزل درس عن يعني ريد نخلي نوازن بين الخاص بال ونوازن بين حتى ما اضيع عليكم والتسهيل من رب العالمي شكرا جزيلا والتقي لكم درس جديد ان شاء الله موسيقى